شوف سبحان الله عدم كتي خرج الطير يا سبحان الله طيور الحب أو طيور الفيشر أو الروز هي نوع من أنواع طيور الحب التي تعتبر واحد من أكثر الطيور الأليفة التي يحب الإنسان تربيطها في المنزل وهذا النوع من الطيور كباقي طيور الحب يتعلق بزوجه تعلقا كبيرا وهذا سبب تسميتها بطيور الحب وهذه الطيور من نوع الببغوات وتتميز هذه الطيور بألوانها الزاهية وأصواتها الجميلة فهي تعتبر من الطيور التي يقتنيه الإنسان لكثرة جمال ألوانها وحركتها الدائمة ما هي أسماء طائر الحب؟ ما هي طفرات أنواع طيور الحب؟ كم تبض أنثى طيور الحب؟ ما هي مدة حضن أنثى على الضيء؟ كيف هو شكل فرخ عند خروجه من عشاء؟ أنا أبو مكرم من قناة محترف الطيور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا غاني؟ بخير؟ الحمد لله موضوعنا اليوم هو عن الطيور الحب هذه الطيور التي تعد من الطيور التي يحب الإنسان رؤيتها لتنوى علوانها الزاهية إذن قبل أن أبدأ كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة محترف الطيور أحب أن أخبرك يا غاني أن هذه القناة مختصة بكل ما يخص طيور الباجي الحسون الكناري الزيبرة طيور الكروان أو الكوكتيل طيور الحب وغير من الطيور كالحمام والسمان إذن إذا استفدت من هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد وإن كنت من حائلتي الغالية فالشيخ لاك يا غالي إذن على بركة الله لطيور الحب بعيدة أسماء منها طيور الفيشر وطيور الروز وهناك من ينقب بطول الحب وبالفرنسية لزانسي فارابل وبالإنجليزية لاوفز بيرل وكما أنه يختلف من اسم إلى آخر من دولة إلى أخرى هناك الفيشر الأخضر لونه مزيج بين الأحمر والأخضر ولون من قاره أحمر البلو فيشر ولونه أزرق مائل إلى أخضر رأسه أسود من قاره أبيض اللون الألبينو فيشر يتميز بلونه الأبيض الناصع المو فيشر لونه غريف هو مزيج بين الأسود والرمادي ورأسه السوداء أما من قاره أبيض اللاتينو فيشر يتميز بلونه الأصفر وعيونه حمراء ويتميز بلون رأسه الأحمر أما من قاره فهو أحمر يبدأ موسن التزاوج والتفريخ في فصل الشتاء والتزاوج يبدأ من شهر أكتوبر وينتهي في شهر يوليو ستقريبا بعد التزاوج بين الطيور يبدأ تكون البيض لدى الأنثى متوسط عدد البيضات عند الأنثى من ثلاثة إلى ست بيضات وممكن أن تزيد عن ذلك تحظ الأنثى البيشر أو الروز على بيضة لمدة تتراوح بين 22 إلى 24 يوما حتى تفقص وتبدأ حياة طيور جديدة من طيور الحب وتختلف هذه المدة على حسب الحالة التي عليها القفص إما حرارة أو برودة ولجواب على هذا السؤال أترككم مع هذا الفيديو الذي أرسله لأحد الأصدقاء إذن فرجة ممتعة في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة